احتفلت كنائس ومطرانيات محافظة سوهاج بعد ميلاد المجيد وسط إجراءات وتدابير احترازية لضمان عدم تفشي فيروس كورونا وأشهد المواطنون بزيارة الرئيس السيسي لتقديم التهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بالكاتدرائية داعين لمصر والمصريين بالخير والسعادة من جانبه رحب الأنبا باخوم الأسقف العام لمطرانيات الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشأة والمراغة بحرص المحافظ وقيادات المحافظة على تهنئتهم بالعيد على الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها جميع دول العالم معربا عن سعادته وجموع الأقباط بزيارات المتكررة للرئيس السيسي للكاتدرائية للتهنئة بالعيد احتفالات العيد السنة مختلفة نحن نشكر ربنا جدا 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 أن الكنيسة أبوبها رجعت تفتح لنا تاني وأن على قد ما زالت أزمة الكورونا موجودة بس احنا بنحاول بقدر الإمكان ننظم بنحاول نلتزم بنحاول أن احنا نقلل شوية على قد ما نقدر تجمعات بس طبعا مختلفة كتير جدا عن السنة دي عن السنة اللي فاتت السنة دي الواحد أو أغلب الناس يعني قادر تحس أكتر بفرحة العيد يعني الرئيس كان محب جدا وحاجة عظيمة جدا أنه هو قال لك احنا نسي واحد فدي حاجة عظيمة ودي من قديم الأزل ترجمة نانسي قنقر